كمان ختم غيره من واحد زي الأختام أكترها يعني مع ده الأول أكترها هي الدمغة نفسها مش الخاتم نفسه الخاتم وإنما الدمغة اللي بيدمغ فيها وشايفين كيف من يعني لما دمغ فيها كيف من بره أدخن بتصير لأنه انضغط من خلال الخاتم فختم اللي بعده ختم عزرية ابن حلقية اللي لقنا كمان في مدينة داود وعلى فكرة مدينة داود هي قريبة جدا على نفق حزقية تقريبا هي في نفس المكان فاللي يعني يفحص عنها بيقدر يشوف الاكتشافات العظيمة اللي لوها في السنين الأخير في أخبار الأيام صاح تسعة مكتوب عنه أنه رئيس بيت الله ممكن يكون هذا الشخص هو رئيس الكهني في هداك الوقت نعرفش ولكن رئيس بيت الله هي هو لقب كتير كتير محترم وخصوصا أنه وجد الإشي في مدينة داود هذا معناه أنه مع الطبقة العالية وللأسف كان الكهني هن يعني من مش من عامة الشعب وإنما من الطبقة العالية الأغنية المرتشين عادة للأسف اللي بعده ختم يهوخل ابن شالميا برضو في أرمية سبعة وثلاثين ومنشوف مكانته أنه الملك صدقية الملك السبيل لبابل أنه أرسلوا حسب أرمية سبعة وثلاثين فإذاً مش يعني مش عم برسل واحد هيك مش معروف وإنما فلان ابن فلان زي ما قلنا وهذا الختم اللي موجود عليه وبرضو كمان نفس الشيء من غير نطلع هو شيء صنطي صنطي وشوي يعني بالحزم اللي معروف كمان ختم معروف ختم أدونية الذي على البيت هذا شيء كتير مهم أنا اخترت من مئات الأختام اخترت هدول الأختام لأنه كل واحد يلفت نظر لشغلة معينة وبثبت يعني كتابات الكتاب المقدس بشكل دقيق جدا الذي على البيت الأدونية الذي على البيت أشير على هبايت في العبري هاي الوظيفة الذي على البيت وظيفة الشخص المسؤول على القصر الملك المسؤول عن السياسة الداخلية والخارجية يعني متل رأيك أنك تقولون وزير الداخلية وخارجية في نفس الوقت وبسبب يعني أهمية هذا الشخص من لاقيه في كل الكتاب المقدس بس سبع أشخاص مذكورين بأن فلان الذي على البيت أنا حطيت بعضهم يعني الملوك الأول أربعة وملوك الثاني ثمانطعش بس هاي وظيفة كتير مهمة كتير مشهورة وكتير قليل استعمالها لكن هذا بيدل أنه هذا الشخص يعني هو شخص مشهور شخص محترم إليه وظيفة مهمة ختم اللي بعده جداليا ابن فشحور العبري ما فيها جيم فإحنا منقول جداليا لكن هي جداليا مثل الجيم المصري في العبري ما في جيم في العبري القديم اليوم صاروا يستعملوها الجيم ولكن جداليا ابن فشحور هذا واحد من المستشارين تبعون الملك صدقية وبرضو مكتوب في أرمية 38 ومكتوب جداليا ابن فشحور بشكل واضح الدمغة الختم تبعون فمنه هيك بسريعة وفشحور كمان مسكور في صفر أرمية بعتقد صحاح 20 اللي ضرب أرمية لما كان بيتنبأ على أور شليم فعلى أرجح هو نفس يعني جداليا ابن هذا الأمير أبوه كان أمير في منطقة الهيكل اشتركوا في القناة